هذه أبرز العناوين الرقراغي يرد على الإعلام الإنجليزية لعب الوداد يفاجئون سعد نصير بهذا القرار الغير متوقع الرقراغي يتلقى ضربة موجعة مباشرة بعد إعلان اللائحة المستدعات لكان والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الرقراغي يرد على الإعلام الإنجليزية اتصل الناخب الوطني وليد رقراغي بسفين مربط لعب مونشستر يونيتد المعار إليها بعد الأنباء التي ترددت في الصحفة الإنجليزية عن عدم تفعيل نادي الشياطن الحمرى بند الشراء في عقد الدولة المغربية وأكد موقع كوران المدارب المغربي حرص على التواصل مع أمرابط والرفع من معنوياتها وطلب منها لا يتأثر بهذه الأنباء موشيرا إلى أنه قادر على قلب المعطيات عبر تقديم مستوى جيد في بطولة أمم إفريقية بالكودفور الشهر المقبل وأضاف المصدر أن الرقراغي يتق في قدرات أمرابط ويعتقد أنه لاعب مهم للمنتخبة المغربية وأنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في كأس الأمم الإفريقية يبكر أن المنتخبة المغربية خدم نفسات البطولات القارية ضمن المجموعة السادسة مع منتخبة زامبيا وطنزانيا والكونغو الديمقراطية قرر عدد من لاعب الويداد السابقين إظهار مسندتهم لرئيس الفريق سعد نصر بشكل علني بعد اتقاله على خلفية قضية إسكوبار الصحراء وآلنا كل من عبداللطيف نصير وأيمن الحسون والنيجيري الشيصوم شيكتارا تضامنه مع رئيس الويداد سعد نصري في الوضعية التي يمر منها في الوقت الحالي والنشرة التي المذكور عبر حسابتهم الرسمي على موقع التوصل الإشماع انستجرام عبر خاصية ستوري صورا للنصري مورفقة بعبارة الدعم والتضامن من قبيل الله معك والله دير الخير ومن جهة أخرى أطلق فصل الوينيرز ومنخرط الويداد رسائل وتعليمات بضرورة الالتفاف وراء الفريق الأحمر في هذه الوضعية الصعبة ودعمه بكل الإمكانيات المتاحة ويعيش الفريق الأحمر وضعية معاقدة وحلة استثنائية بعد اعتقال سعد نصري وتوجيه التهم تقيلة له من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء والأمر بإذاعه السجن المحلي عن سبع المعروف بعكشا بالعاصمة الاقتصادية وسط عدة تساؤلات حول مصيره ومستقبله الراجراجي اطلقى ضربة موجهة مباشرة بعد إعلانه اللائحة المستدعاة للكان تلقى مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم وليد راجراجي خبرا غير الصارين قبل انطلاق منافسة كأس أمم أفريقيا 2023 بالكودفور وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن شرط جديد للمشاركة في كأس أمم أفريقيا يقضي بتقديم المنتخبات المشاركة الملفات الطبية لجميع اللاعبين قبل يوم واحد من انطلاق البطولة وأضاف الكاف أن أي لاعب يعاني من إصابة ولم يتحف منها قبل ذلك التاريخ سوف يتم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب تلقائيا ويأتي هذا الشرط الجديد من الكاف في إطار حرصه على سلامة اللاعبين وضمن جهزيتهم الطبية للمشاركة في البطولة ويشكل هذا الشرط الجديد ضربة موجعة للمنتخب المغربي الذي يضم في صففه عددا من اللاعبين الذين يعانون من إصابات أبرزهم سوفيان ديوب مهاجم نادي نيسا الفرنسية ويحتج ديوب إلى شهر ونصف من العلاج من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض لها مع فريقها وإذا لم يتعف ديوب قبل التانعشة من يناير المقبل وهو الموعد النهائي لتقديم الملفات الطبية فسوف يتم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب المغربي مما سيشكل خسارة كبيرة للمنتخب ويبقى أن رمى إذا سيتمكن ديوب من التعافي من الإصابة قبل الموعد النهائي أم أن المنتخب المغربي سيضطر إلى الاستغناء عن خدمته في كأس أمم إفريقيا عبد الصمد الزلزولي يتحدث عن جانب من حياته الكروية مع المنتخب أكد الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مهاجم باتصال إسباني لكرة القدم أنه سعيد بما يقدمه رفقة المنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي معتبرا أن حمله القميص الوطني زاده شرفا ورفع من قيمته الكروية رغم صعوبة البداية وقال عبد الصمد الزلزولي أنه لن ينسى استدعائه ومشاركته في كأس العالم معتبرا شهر المونديال الأفضل في مسيرته الكروية خاصة أنه عاش أجواء خيالية يعيشها اللاعب مرة واحدة في مصاره الكروية في واحدة من أبرز وأقوى المحافل العالمية ألا وهو كأس العالم وعاد عبد الصمد الزلزولي لتأكد على أنه بات ملهم العديد من الشباب المغاربة في إسبانيا هو والعديد من زملائه اللاعبين أبرزهم أشرف حكيم لعب باريسان جرمان الفرنسي مضيفا أنه إلى جانب الرياضة توجد مواهب عديدة في مختلف المجالات التي يتصدرها المغاربة أبرزها في المجال الموسيقي حيث بات العديد من الشباب المغاربي تصدرون التلندات خاصة في مجال الرابة الإسبانية وأضف الزلزولي في معرض حديثي عن الموضوع أن الجيل الجديد من الشباب المغربي المزداد في إسبانيا أضحى ملهم للعديد من المجالات سيما في ظل تألق أبناء وطنه وحفاظهم على مغربياتهم رغم الإزدياد والإقامة في إسبانيا وختم لعب بيتس إشبيلي بالحديث عن انتظارات المغرب للسنة الحالية في ظل كونها سنة كأس أمم أفريقيا والألعاب الأولمبية مؤكدا أن جميع اللاعبين يعلمون بالتطلعات المغرب خاصة في الكهنة التي ستكون هدف الجميع مع انطلاق المسابقة التي ينتظرها كل اللاعبين يهم المنتخب المغربي تنزانيا تواجه مصر وديان يواجه المنتخب المصري نظره تنزانيا وديان يوم السابع من يناير المقبل في العاصمة القاهرة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق في الكوتيفور يوم الثالث عشر من يناير المقبل وتأتي المباراة الوديان بين المنتخبين المصري والتنزانيا في إطار سعي المنتخبين لتجهيز لعبهم للمشاركة في البطولة القارية حيث يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا ورأس الأخضر والمزنبيق فيما يتواجد المنتخب الطنزاني في المجموعة السادسة مع منتخبات المغرب والكونغو والزنبيا وتعد هذه المباراة هي الثانية للمنتخب المصري تحت قييدة المدرب البرتغال روي فوتوريا حيث سبق للمنتخب المصري أن فز على منتخب النيجر بثلاثة السفر في مباراة ودية وقيمت في القاهرة يوم الرابع عشر من وامر الماضي ويأمل المنتخب المصري في استعادة لقب كأس الأمم الأفريقي الذي فز به أخر مرتين عام 2010 أمين حارت يحقق رقما مميزا في الدورة الأوروبية يواصل الدولي والمغربي أمين حارت لعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي تألقه في الموسم الحالي حيث يعد ثاني أفضل ممرر حاسم في الدورة الأوروبي برصد أربع تمريرات حاسمة ونجح حارت في المستهمة في تأهل مارسيليا إلى الدورة الثماني النهائية الدورة الأوروبية حيث خط ستة مباريات وسجل هدفا وحيدا وينتظر أن يكون حارت من قائمة المنتخب المغربي في كأس أمم أفريقي 2023 بيكو الدفور حيث يسعى الفريق إلى تتوجب اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر